استخراج الطاقة البدلة من النفاية تجربة نائدة أصبحت الآن حقيقة بعد تحويل مفرغة ودي السمار إلى مشروع طاقوي ومنتزه عائلي ينتظر أن يفتح أبوابه قريبا استرجاع حوالي أكثر من 45 هكتار ملوط أصبح كمنتزه خطوة ثانية سمح للمستطمرين باستغلال المناطق المجاورة وإنجاز عدة فنادق في المحيط ودي السمار أصبحت منطقة جدابة النقطة الثالثة الوعاء العقاري المحادات المفرغة لبناء أحياء سكانية استغلال النفايات تجربة جديدة ومصدر للطاقة حيث يتم استخراج الوقود الحيوي بيوغاز يستغل في توليد الكهرباء كما يحوي المشروع على محطة تصفية عصارة النفايات ليتم تحويلها إلى مياه الوكالة وطنية النفايات التي تعمل تحت وصاية وزارة البيئة قامت بمشروع إعادة تهيئات المفرغة العشوائية لواد سمار وجهزتها بعدة معطيات وآليات تمكن من تسيير ومعالجة نواتج النفايات المتمثلة في الغاز الحيوي وعصارة نفايات وهذا من خلال 127 بئر متوزع على جميع المساحة المفرغة التي تقوم باستقبال هذه النواتج وتحويلها بالنسبة للغاز الحيوي يتم تحويله إلى محول كهربائي الذي ينتج لنا الطاقة كهربائية قادرة على تغطية جميع المساحة المخصصة في هذا المشروع أما بالنسبة لعصارة نفايات فيتم معالجتها بطريقة تنظهة العكسي حيث يمكننا من استخراج الماء اللازم للاستعمالات اليومية في هذا المكان تغيير الذهنيات حول النفايات من خلال استغلالها وإعادة رسكلتها أصبح أملا ضروريا لحماية البيئة وجعلها مصدر لخلق الثروة ودعم الاقتصاد الوطني